حضر سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية الجلسة العامة الرسمية لمنتدى سان بوتروسبورغ الاقتصادي الدولي التي عقدت بحضور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وافتتح فخامة رئيس روسيا الاتحادية المنتدى بكلمة رحب فيها بالمشاركين في المنتدى بعد تعليقه خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يتعافى بعد مروره بأزمة الجائحة وأن السوق الروسي يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة وذلك بفضل تدابير الاقتصادية مؤكدا أهمية اللقاحات لمكافحة هذه الجائحة مشيرا إلى ضرورة التوزيع العادل للقاحات لمختلف سكان العالم وإلى الدور الكبير الذي تقوم به روسيا الاتحادية في إنتاج وتوزيع لقاح سبوتنيك الذي يتواجد الآن في 66 دولة وكدا أن روسيا لم تعمل على إنتاج هذه اللقاحات فحسب بل بدأت العمل مع مختلف شركاء الدوليين على توطين هذه اللقاحات في الخارج ترجمة نانسي قنقر